ينكروا كل شيء والحب الراجا الراجا جمهورها رسمالها ودينا خضرها لا جديدة يذكر فقط القديمة هو اللي كيتعاد الراجا أو تاني ربحت في العصبة الأفريقية وضمنها التأهل في المركز الأول كيف العادة الرجال متنقلين برجليهم وماشي بقلوبهم والصورة ترجعنا الثانوات في نفس المكان خوة البارح واليوم وغدحتها هو في العزية وفي دور المجموعات وماتش خارج الميدان في أفريقيا لكي تسمع هذا الشيء تحفظك شيئا الزمارات والصهد وكورة غدا المهمة علينا قبل أن يبدأ الفيديو قرأتني وضيّر لي يديك الصمتة واتيالله بنا نبدأ كورة ما نقوم بحدي وكيف قلنا البارح في توقع لا نرى التدوير ولو في مراكز المهمة لدينا بحال البداوي لكن قلنا البارح لا نرى الناهرة وقلنا الكورة تفرج في الفيديوهات المهمة المهمة في الشبكة الديفونس لا يزال لا يزال لا يزال الناهرة لا يزال لا يزال الناهرة 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 تأهل الصبار والزريدة والخابة والأجنيحة والهبطي تشكيلها نقدر أنها جيدة لأننا نقدر أن نضمنا التأهل من نسبة 90% وحتى تصريح البداوي الذي يأتي في الوقت خصوصا أن الماتشات في حال هذا وفرقا ما خاسره ومقاليه والتقسى والتأهل سوف يضعوا معك رجلهم ونحتاج البداوي في الماتشات في البطولة الشوط الأول بدأت في أمن الله وأكيد لا صوتها ولا صوت الكور ترى أنها حالة في بلاد البراني وكامبير لا تبدأ بالخير كورنير تلعبت في الارد نيشان عند بوزو وقبوزو وقبوزو جمع فيها جمعها ومشيت نيشان في وقته سوف يجعله حورية واللاعبات سوف يخرجون وذلك الساعة سوف نتقضيهم من بعد ضربة الرجا أشاهدنا الرجا ولكن ماشي كلين فقط بالنسبة لخمسين فلم يتحرك ولكن الوسط هذه الدراجة ديرين خدمة نقية نحن حصلت قاقة السوعة سرين الحورية دير فوس لا يدار الهطة لقرارس ورسم ولكن الآن يريد خارج الكاري القانون الذي نعرف ما هو الحارس خارج الكاري نيشان حمراء ما كان موه ولكن كيف العادة إفريقية لها رأي آخر أعطاه صفرة الحاكم حتى ضربت في ذلك الشمش مزيان عادة بشر رجعوا لي القوانين فراسه ورجعوا عطاه حمراء والله تاد إفريقية على محقر فوت قريب الكاري كيف يساوي حاجة وحدة ولي هي ضاعت كيف يعجبك اللعابة كل شيء يجرب بغيتيره وما كان لكي يكادر البوتو هذه المشكلة صراحة كبيرة وخاص للعابة تدربوا عليه لا يعقل جوج ماتشة الأخرين ما يقارب تمنيد الأخطاء قريب الكاري وانتشي وحدة مدخلات الموضوع اللي كنا ندوان عليه غير ذهبه ولي هو الفوت بقي قارب عين أعود ثاني فوت قريب الكاري ولكن هذه المرة اللي غدي يمشي تيري ولي هو الناهيري القانون دي الناهيري كي يقول الناهيري إلا بغيتير شي كوفرة أولا يأما كورة ستوصل المغرب ثانيا يأما يعواج بوتو ثالثا يأما ستقبل الشبكة وآخيرا إلا وقف قدامها ستقبل السباة والجواب الصحيح فاتشي ولي هو ثالثا ستقبل الشبكة تشوف بيت ديال السم وآخيرا صراحة أنا فرحان النهيري من بعد عام ونصه هو كي طيح لنا في الحمام اليوم شد لي هالعباع تكون تفضل دورة شعب أعميت أعميت لي كيف أعميت بيت في الجيب بدون صعوبات الراجا أريد أن يحب جوجة زارو وهذا الشيء هو اللي يريدنا ومشينا حتى كان ستقبل الشوط الأول وكيف العادة لا شيء يخرج لنا من الجنب حركاس حمرة ومن ظهرنا أننا ضمننا التأهول وما سنحتاجه الماتش الجاية والماتش المنمورة الشوط ثاني الذي يبدأ وبدأ بأول شونج وهذا الشيء من بعد الحمرة هذه الحركاس شوط صراحة الذي كانت توقع أنه سيبدو مزير وصوصا فشفت بأن الراجا رجعت للغاية الضغط كان كامل علينا ومشينا ثلث دقيقة من ظهرنا أننا خرجنا بالبيت علينا الصبار ظهرت لي الدنيا في رأسه وخسرت لي الأنالوج مثل قورة حتى توصل الأمان المالي وفي الشبكة تعجب هذا هذا الصبار الذي نعرفه البيت الثالث في الجيب ومح لهم بيوتا نادين ومشينا ثلاث دقيقة سبعين واحد سلاة الحورية أعتقد أنني كيف أصدرت الله أعلم أنه الذي كانت تفرجه ليس فتح أصبح غزنة النتيجة أولئت ثلاثة ومع هنا سأتبع لك الأهمية للبيت الثالث من بعد البيت الحورية رأينا الكثير من التغيرات ومشينا الكثير من التخربق ومشينا الكثير من المرات ومشينا الكثير من الموت كل شيء تخربق منظرنا أن كان الفريق بيوت النعمة تأتي لك ما تكون من غيره فالباطرون ومشينا الكثير منه سيقوم بإمكانه ومشينا الكثير من المرات آخر الذي كانت لدينا الرجل هو إصابة المقدم الله أكبر تجغف الدراوش تأتي بأس الحافظة ومتمنى أن الإصابة لا تكون صعبة لأنه يحتاجون بالنسبة وفي هذا سأتبع هذا المرات بفوز أن نصر بناسي جليل كل شخصة صراحة نريد أن نكون نبقائلين بإنجاز مجرد في بعض الأحضر فقد أنه يطلع لكي لا يفعل سألتبع هذا المتش فقد أفعله ما هي التأهل بصفة رسمية في المركز الأول سيتعلنا اللعب مرتاحة المتشت باقي لنا وإننتهي لهم اللعاب وإنجازنا لأننا سأتعلن نريح اللعاب ونجعلهم المتشت سنعلم لتقييم اللعبين سأبدأ أنا أخطأ أنا لأمر جميعا إظهار الأظهرة النهيري كان نادي اليوم وخصوصا البيت الذي يضرب بنتيك كان يوقف اليوم وسط الميدان أهولو اللهم بارك لا يمكن أن يضرب معك تسعين دقيقة لدرجة أنه في الأخير أو اللعب هذا الهدوذي ومع ذلك خرج الماتش الصبار اليوم بالروج ولا صدمني بالصحر لا يمكن أن يكون هذا الصبار الذي أشاهدنا في النسخ الماضي وفي الماتشات لا يمكن أن نرى هذا الصبار هذا الماتش ينتج رأى اللهم بارك الزريدة أو الضغير اللي يهديه الهجوم خابة اليوم كان ناقص لا يمكن أن ينتيك سعود وفرقة خاجة واحدة لا يمكن أن يستمر الأجنحة بوزغ كيف العادة تبارك الله عليه الهبطة أخي العجينة ثم العجينة يجب أن تزروني السيد نقي دخل حرك لك جيته وقوم بلانتي لكي تقتل الماتش المقدم كان جيدا ولكن إصابة هي لبعدتهم من الماتش بنغيط صراحة السيدات التويل الخاصة سوف نرى رجل مقابرة الذي سوف نعطيه السبار بكل واقعية الزرق الماتش والذي هو مذكور وخما كانت لعبة وثانا سوف يأتي مالك ما سوف نعطيه تقييم الفرقة كل سوف نعطيهم ثمانية إلى عشرة خصوصاً أنهم أهم الأهم التي هي الطروابوة وخصوصاً أنها خارج الميدان وفي الأجوال سوف نصل إلى الأخر وسوف نقول لكم لا أعجاب مبروك على جميع الرجوين هذه الطروابوة وهذا التأهول ومن هنا القتام سوف نرى وغير الدقصها سوف نعطيه في البداية اشتركوا في القناة وإشتركوا في القناة وإشتركوا في القناة وإشتركوا في القناة وسوف نقول لك Peace اشتركوا في القناة